سيد الرؤى هل كان فيه اي تسرع او حيث انه فيه اي تسرع في تعيينك كابتن اهاب جلال مدير فاني المنتخب مصر? اطلق اطلق. ما كانش فيه اي تسرع? لا 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 ما فيش. تعارف المجرس اه اه بكل عناية و اه اه كابتن اهاب ده خيمة ديرة و اه ممكن موفقش ممكن موفق ممكن موفقش مع مع متخب اه في مطش اثيوبيا انا لازم نقول كل حقيقة انا بطش اثيوبيا كنا سيئين جدا. اه يعني لعبين و اه و ادارة وكان اه احنا لازم نعتارف ان ان احنا كنا سيئين في بطش اثيوبيا. كنا سيئين. كلمتوا مع كابتن اهاب جلال اعادتوا مع كابتن اهاب جلال? طبعا انت عارف الكابتن محمد معاك ان اتبقى بتاع عاخر من المباربة يبقى 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 الكلام ببقى صعب. تبقى اللعيبة طبعا متأثرة والجهاز الفني متأثر. فبقى برضو الكلام اه 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 مجدي في هذه اللحظات لكن الاستاذ جمال علام قبل الصفر راح للعيبة المتخب و راح لجهاز الفني و اه شد من اذرهم و اه وقال لهم لازم نعوض اللفايات يعني ده يعني ده دليل لهو ده يعني دعم رئيس الاتحاد راح بنفسه و المؤثر قبل ما يستفروا و يكلم الجهاز الفني و يكلم اللعيبة و شد من اذرهم و اه وقال لهم بي عوضوا ان شاء الله اه مبارا يعني يعني دي كلها شواهد اه تمت يعني. سات النوع اكيد حالك بتسمع المطالبات اللي موجودة دلوقتي في كل وسائل اعلام باستقالة اتحاد الكرة مجلس الدار الاتحاد الكرة رأي حضرتك في هذا الامر يا هل في ممكن خطوة زي دي ممكن تحصل؟ اتحاد الكرة المصري اتحاد منتخب من جمعية عمية. لو الجمعية العمية اللي هي اللي تقول انا مش عايز الاتحاد ده لكن الاتحاد الكرة هو بيديه لكل الكرة في مصر وهو خادم امين لجمعية العمومية سواء من اول النادي الاهلي لحد ملكة الشباب اللي بايمال الكرة او عدو في الاتحاد ده ليه حق علينا. احنا اه موجودين في مكاننا لخدمة الكرة المصرية. لكن التفكير في الاستقالة او طالد مش مجرد اه اه موضوع اه اه سوشال ميديا او لحاجة اقول اه اخطيله الناس دي. الناس دي يعني بتفقاتل لتطوير الكرة المصرية ولها فكر موجود. لكن الوقت مسعتناش. مجلس ده كله. جينا في شهر يناير. انتخلنا في بطولة افريقيا. تمام. وبعدين مجرد كاتل عالم. لسه مخداش شوق كده لكن اه الاتحاد لان واللي تخطيط لتطوير الكرة المصرية. ومعانا خامات الكرة دي حادم وبركات. كل الملفات دي بس الناس دينا دينا فرصة. فرصة بس لنظر الناس دينا.